بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في طريقة أخرى للسويل استيبليزيشن من شابتر سيفن لقورس السويل استيبليزيشن والنهاردة نتكلم على بارت ففتين أو الجزء الخمستاشر هناخد طريقتين للسويل استيبليزيشن اللي هي درينيج أند غراوند ووتر تيبل كونترول والسويل فريزينج فأول طريقة اللي هي الدرينيج أند غراوند ووتر كونترول يعني قصة في الطريقة ديت بتعتمد على أن احنا بنعمل مصارف للمية وبالتالي بنشد المية من المصارف ديت فيحصل أو نخليها بس تكون بعيدة عن الموقع فده بيأدي إلى لورينج الجراوند ووتر تيبل أو انخفاض منسوب المياه الأرضية يعني ممكن أعمل الدرين بتاعي ويبقى فاضي ما فيهوش فيه حاجة والمية تبتدي تخش فيه أو أبتدي أحط سند والسند طبعا نتعرف أنها تعتبر طبقة مالها طبقة منفزة معامل النفزة يبتاحها علي فابتدي تسحب كمان المية فيها بالشكل ده فمنقول يعني عشان تستخدم هنا ممكن لحالة تانية اللي هي تعجيل عملية التسلب ودي نقطة مهمة جدا أنا عندي منشأ هنا موجود ودي سطح الأرض ودي المياه بتاعتها ده منسوب المياه الأرضية بتاعتي لما أنت تيجي تحط هنا درينز تبتدي تسحب المياه فالميا هبتدي يحصل لها إيه منسوبها هيقل هبوط المنسوب المياه الأرضية ده هتعمل إيه لمبنى قائم يعني ده مبنى قائم ممكن يحصل له هبوط وتحصل له مشاكل فلازم أعمل إيه منوترنج يعني أبتدي أقرأ إرايات المبنى ده بيحصل له هبوط ولا لأ يعني قبل ما أنا خلي بالك كمان أحط درينز دي تقول طبعا لو سحبت المياه والمياه نزلت هنا منقدر الهبوط ده هل مسموح للمبنى ده ولا لأ عشان أشوف الطريقة دي هتصلح ولا مش هتصلح زي ما انت شايف ما فيش هنا طبعا فممكن تعمل إنت الإيه الدرينز إن كانت بلانكت أو إن كانت سند في الشبكة اللي قدامك أو المنطقة بتاعتي والمياه منسوب المياه يقل وقدر أشتغل ما فيش أي مشاكل الطريقة اللي الثانية اللي هنتكلم عليها النهاردة اللي هي الصويل فريزينج أو تجميد الصويل صويل فريزينج ميسود إس سويتابول يعني هي مناسبة طريقة ديت فور صويلز نوتو فاين يعني خلي بالك إن هي ملها آه هي فاين بس مش ملها مش فاين قوي يعني مش نعمة قوي يعني ما تنفعش للكلي طرب النعمة قوي دي ما تنفعش زيس إز سلو طبعا هي طريقة بطيقة إكسبانسيف غالية جدا أند ريكواير سيركوليشن أوف أمونيا جايز يعني هي بتعتمد على دايرة بتاعت غاز الأمونيا used for supplazing excavation للحفر يعني for succinating mine shafts موزة عمل الشافت for recovering recovery undisturbed soils طربة اللي هي الغير مقلقلة from granule strata من طبقة granule and for preventing inflow عشان ما تدخلش into the excavworth بمعنى ييهudge كلام دى بالبلدي خالص إن أنا عايز أحفر هنا الإوت فالمية عندي مشكلتها هتجيلي هتعمل لي مشكلة في الاكسافيجيشن هنا لو انت جمدت المية هنا وجمدت المية هنا تيجي المية تخش عندنا في منطقة الحفر ديت خلاص مش هتقدر تخش ليه في مية مجمدة هنا مش هتخش هنا ما تقدرش المية تيجي هنا هوا طيب الكلام ده بيحصل ازاي عن طريق سبع خطوات خطوة الاولية ان انت بتبتدي ground is prepared يعني انا بجهز الطبقة او الارض بتاعتي اللي انا عايز اشتغل فيها هنا هوت اجهزها وانا عامها خلاص بقت مستوي وحط الجهاز او الحفر اللي قدامي الحفر ده تاني خطوة عامل فيه ايه breathing lances are installed بتيتي حط المواسير اللي هي هتبتدي تعمل لي ايه تعمل لي تجميد للتربة يبقى الفكرة كلها ان انا هنزل اللي هي lances ديت فاللي يحصل ان السويل بتاعتي is frozen until it forms stable block of ice يعني شايف كل دي كده خلي بالك block ice تيجي المية تخش من هنا ما تقدرش تيجي المية تخش من هنا مش قادرة تخش ليه عشان ده كله من جميل طب الكلام ده يحصل ازاي خلاص انا عملت هنا طريق الخطوة التانية ان انا جهزت من lances بتاعتي بعد كده اعمل ايه اجيب التانكر بتاعي عشان يبتدي يوصلي الناتروجين السائل بتاعي يبقى دي الايه التانكر جالي هنا هوت خلاص مليان الناتروجين وبعدين ابتدي fill cas tank ادي الغاز بتاعي او التانك بتاع الغاز بتعمل ايه ام لاه خلاص عشان يبقى جاهز عندي دي الخطوة الرابعة ان انا اجيب مين التانك دوت وابتدي املى او التانكر دوت وابتدي اعمل في ايه املى التانك اللي قدامي هنا طبعا في التانك ده في عندي two valves فيه valve هنا بيسموه safety valve يعني ده امان عشان ما لاقيش الغاز هوب راح داخل على lances ويبعوز للدنيا ففي عندي واحد امان هنا ممكن يقفل لو انا في مشكلة عندي فيه اما حاجة اللي هو ال control valve اللي هو ابتدي افتحه واقفله على حسب ما انا عايز من الايه من ال liquid nitrogen بتاعي ابتدي اعمل ايه بقى خطوة الخمسة افتح الايه الفالف ده يبتدي خش ال nitrogen السائل هنا في lances بتاعتي يبتدي يعمل ايه في الصويل اه يبتدي يجهز للصويل ويبتدي يجمدها طب ايه اللي هيحصل ركز معي المية ده ال nitrogen السائل جه هنا هو يبتدي يطلع من هنا شايف الخط اللي اخضر دوت واللاخضر واللاخضر ده يبتدي يطلع لهنا مين during the freezing process the liquid nitrogen evaporated and is discharged يطلع من هنا مين الغازات بتاعت ما خلاص ال nitrogen السائل يبتدي يتبخر وتبخر ويطلع من فوق هنا يبقى انا عندي liquid nitrogen هو اللي fed into pipe system في نظام من الايه من الموسير the quantity is controlled by بالsensor اللي انت شايفوا هنا هوت خلاص خرج فاي اللي يحصل بقت عندي soil is frozen until it forms stable a block ويبقى انا عندي construction project can be project خلاص بقى الجزء ده ماله متجمد اقدر المية ما تقدرش تخش فيه عشان يعتبر ماله الجزء ده كله مانع دخول المية هو اقدر اشتغل دائما اتفاهم ان الطريقة ديت ابطيقة يعني مش سريعة ومكلفة جدا وبتصلح للطربة النعمة بس مش نعمة اوي شكرا ترجمة نانسي قنقر